اشتركوا في القناة على هذه الاستضافة في هذا اللقاء الرائع وبإذن الله يحقق الهدف المرجو منه بعطيكم نبذة بسيطة عن عالم المقابلات هي مبادرة مجتمعية تهتم بمساعدة المقبلين على سوق العمل من خلال تقديم عدة خدمات منها تجربة المقابلة الشخصية مراجعة السيرة الذاتية التوجيه والإرشاد المهني اليوم يشرفني نتحدث معكم عن السيرة الذاتية أثرها على مسارك المهني اللي بتتضمن المحاور التالية نبتدأ بسم الله رح تضمن السيرة الذاتية الهدف منها عناصرها نصائح عند كتابة السيرة تنسيق السيرة عدد الصفحات المناسبة مراجعة السيرة قبل الإرسال وإرسال السيرة وما يبحث عنه مسؤولية توظيف في السيرة الذاتية بداية السيرة الذاتية السيرة الذاتية تعطي لمحة عامة عن من أنت ماذا يمكن أن تحقق للجهة الوظيفية المتقدم لها السيرة الذاتية هي وثيقة تسوق بها نفسك قدراتك مؤهداتك في شكل منسق ومنظم تبرز فيها أهم مميزاتك التي تجعل أصحاب العمل يختارونك من بين العديد من المتقدمين لشغل وظائفهم السيرة الذاتية هي جوازك الأول للوصول إلى مرحلة مرحلة المقابلة الشخصية لم تتمكن من دونها من الحصول على فرصتك سواء كان في العمل أو في التدريب أو غير ذلك من الفرص الهدف من السيرة الذاتية ما هو الهدف؟ تهدف بهدف رئيسي واحد ألا وهو دعوتك إلى المقابلة الشخصية لذلك إن استطعت تحقيق ذلك الهدف هذه علامة قوية على أن سيرتك الذاتية ممتازة أما إن تحصل على فرص عمل أو ما زلت تكافح في الحصول على فرص عمل أول مكان يجب أن تبدأ في إصلاحه هي السيرة الذاتية أهميتها أهمية السيرة تكمن في أنه وسيلة جيدة لتذكرك بكل ما حققته خلال مسيرتك المهنية والأكاديمية تعد طريقة مثلة تتعرف من خلالها على نقاط الضعف في مهاراتك أو مؤهلاتك الأكاديمية وتعتبر كذلك وسيلة جيدة لإنعاش ذاكرتك قبل المقابلة الوظيفية ما يجب تضمينه في السيرة أو عناصر السيرة الذاتية تتضمن أغلب السيرة الذاتية الأقسام التالية تتضمن المعلومات الشخصية أولاً تتضمن المعلومات الشخصية اللي هو الاسم، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، العنوان إلى آخر ذلك طبعاً هو شيء بالنسبة للبريد الإلكتروني لابد أنك تضع بريد الإلكتروني لائق ما تختار اسم دلع أو شهرة ويفضل أنه يكون اسم مشتق من الاسم الأصلي للشخص بالنسبة للصورة الشخصية إضافتها ليست دائماً فكرة جيدة لا تضيف الصورة الشخصية لا سيماً إذا لم تكن صورة رسمية نقطة مهمة حتى تظهر السيرة بشكل محترف أضف حساباتك على شبكات التواصل وحساباتك اللي وشبكات التواصل أقصد بها منصة لينك دين وتأكد من أنك تقدم فيها محتوى راقي يعكس شخصيتك في المعلومات الشخصية انتبه أنك لا تذكر شيء عن انتماءاتك السياسية ولا عن شؤونك العائلية هذا ليس شيء مهم أبداً هذا بالنسبة للعنصر الأول اللي هو المعلومات الشخصية العنصر الثاني اللي هو المؤهلات العلمية هذا القصب يتضمن جميع المؤهلات الدراسية التي حصل عليها الفرد من شهادات جامعية أو شهادات تدريب مع ذكر اسم الجامعة أو المؤسسة التعليمية وعدد سنوات الدراسة وفق ترتيب زمني تنازلي من الأحدث إلى الأقدم بالنسبة للخبرات العملية أو الوظيفية بالنسبة للخبرات العملية أو الوظيفية هذا القسم يعد أهم جزء على الإطلاق في السيرة الذاتية بالكامل اللي هو الخبرات العملية الوظيفية جزء يحصل على أقصى اهتمامات أصحاب العمل على الإطلاق في السيفي ما هو هذا الجزء؟ هو جميع المناصب التي شغالها الفرد خلال حياته المهنية ومدة كل منها مع ذكر اسم الشركة أو المؤسسة وتحديد تواريخ البدء والانتهاء وترتب كذلك وفق تسلسل زمني تنازلي نكمل له الخبرات العملية والوظيفية زي ما قلناه جميع المناصب شغالها الفرد خلال حياته المهنية ومدة كل منها مع ذكر اسم الشركة ويكون كذلك ترتيبه وفق تسلسل زمني تنازلي إذا كنت حديد تخرج اذكر مشروع التخرج إذا كان له علاقة بالوظيفة المقدمة لها والنقطة مهمة ويركز عليها أصحاب العمل في الفترة الحالية ذكر العمل التطوعي هو مهم جدا احرص على كتابة معلومات صحيحة لا تركز على مسؤولياتك فقط بل تركز على الإنجازات الناجحة التي سبق لك القيام بها وإنجازات تكون قابلة للقياس مثل الخبرة المهنية لو أنا كنت مسوق منتجات ممكن أكتب كخبراتي المهنية أني أنشأت قوائم جهة اتصال بحثت على الفرص الترويجية للمنتج أنتجت عروض لكل منتج أعلنت عنها يعني ما أركز على مسؤولياتي أركز على عروض الشراء أركز على أنجازات الناجحة لي مثلا أقول أنه تم العمل بنجاح بالنسبة للمهارات المهارات تشمل جميع المهارات التي يمتلكها المتقدم مع التركيز على تلك المرتبطة بالوظيفة أنواع المهارات في السيرة الذاتية أصحاب العمل دائما يبحثون عن المتقدمين الذين يمتلكون مزيجا متناسب ومتوازن من المهارات المهارات يمكن أن يقسمها إلى نوعين إلى نوعين اللي هو مهارات تقنية المهارات اللي هو عندي نوعين مهارات تقنية ومهارات شخصية ناعمة المهارات التقنية هي مهارات متخصصة ذات علاقة بوظيفة أو قطاع معين ممكن لو كنت أنا متقدم على وظائف مكتبية إدارية أكتب من ضمن مهاراتي مهارات دخال البيانات لو كنت متقدم على وظائف المبيعات وخدمة العملاء ممكن أذكر من مهاراتي معرفة المنتجات لو كنت متقدم على وظائف الصحة والتمريض ممكن أذكر من ضمن مهاراتي تسجيل التاريخ الطبي للمريض نقطة مهمة أن تبه لها في المهارات التقنية أني أحاول استخدام الأرقام والحقائق على سبيل المثال بدلا من أني أكتب معرفة برنامج Microsoft Excel رح أضع أكتب أني معرفة متقدمة ببرنامج Microsoft Excel وأحدد الوحدات الماكرو الجداول المحورية وأحاول أني أصف مستوى المهارات أو التقديم باستخدام رسم بياني بسيط أقيم مهاراتي من 1 إلى 10 وأذكره كذلك في اللي هو السيرة الذاتية هذا بالنسبة لي المهارة الأولى المهارات الشخصية الناعمة وهي اللي تعرف بالمهارات الاجتماعية هي تعبر عن القدرات الشخصية القابلة للاستخدام في أي وظيفة أو مجال تضم العديد من القدرات والكفاءات مثل مهارات التواصل مهارات خدمة العملاء مهارات حل المشكلات هذه المهارات اللي هو الناعمة في تطوير المهارات التقنية يعني لو كنت شخص يتمتع بمهارات الانتباه للتفاصيل وتعمل كمبرمج ذو مهارة تقنية متمثلة في البرمجة بإحدى لغات البرمجة الشهيرة مهارتك الشخصية اللي هي الانتباه للتفاصيل رح تساعدك في العثور على الأخطاء والمشكلات بشكل أسرع ومن ثم تقدر تصلحها في وقت أقل يعني من المهم إذا كباحث عن وظيفة أنك تدرج في سيرتك أفضل المهارات التقنية والشخصية التي تمتلكها مع الحرص على التفكير في كيفية ارتباط هذين النوعين من بعضهم البعض كيفية ارتباط المهارات التقنية بمهاراتك الشخصية الناعمة وكذلك ارتباطها بالوصف الوظيف المطلوب بالنسبة لي اللي هو المراجع المراجع تضمن معلومات التواصل مع بعض الأشخاص المرجعيين كاللي هو المدراء السابقين الأساتذة الجامعيين ممن يمتلكون معرفة جيدة بقدراتك ذكر المراجع تمنح مستاقية لخبراتك وإنجازاتك وطبعا شيء جميل إذا أضفتها في السيرة الذاكية بالنسبة لقسم الهوايات هو قسم اختياري يستخدم في بعض النواع السي في ليس بالضروري ذكره يذكر فيه المتقدم اهتماماته وهواياته لكن لابد أن يكون ذات صلة بالوظيف التي يرغب في الحصول عليها النقطة اللي وقبل الأخيره اللي هو الجوائز والمنشورات أو الإنجازات اذكر ما هو قابلة للقياس أو الإنجازات الواضحة للعيال هذا قسم برضو قسم اختياري يظهر غالبا في إيش في السيرة الذاتية الأكاديمية للأشخاص اللي عندهم خبرة عالية بحيث أنه يذكر هذا الشخص جميع أبحاثه مقالاته مؤلفاته بالإضافة إلى أي جوائز أو زمالات حصل عليها خلال مسيرته نأتي إلى العنصر الأخير من عناصر السيرة الذاتية اللي هو الهدف الوظيفي تقول خبيرة كتابة السيرة الذاتية ليز ميكواير موضح أهمية هذا الجزء تقول أن الهدف الوظيفي هو أحد أهم عناصر السيرة الذاتية من خلال موقعه في أعلى سيرتك الذاتية هو يمثل فرصتك لإقناع القارئ بمنح السيرة الذاتية مزيدا من الوقت والاهتمام هي عبارة تشرح لماذا أنت الأفضل لماذا أنت الأجدر بالحصول على هذه الوظيفة فلذلك مهم ذكره في السيرة الذاتية هو يعزز حصولك على فرص عمل طبعا طول الوصف الوظيفي يختلف حسب الوظيفة ومهارات المتقدم يفضل أنه يكون جمل قصيرة ومختصرة قدر الإمكان بحيث أنه ما يتجاود الهدف الوظيفي أكثر من 30 إلى 60 كلمة وما يزيد بأي حال عند خمسة أسطر كيف يمكن بناء الهدف الوظيفي في السيرة الذاتية؟ كيف أقدر أبني هدف وظيفي؟ لما أحاول أني أبني هدف وظيفي مقنع ومميز الخبيرة لازم الضواير تنصح بالبدء بوضع خريطة عقلية بسيطة كالآتي أحضر وضقة وقلم وارسم دائرة في المنتصف ثم اكتب اسمك في داخلها اكتب اسمك في داخل الدائرة ابدأ بتدوين مختلف المهارات والخبرات التي تمتلكها في دوائر محيطة بالمركز إذن تكتب هنا اسمك وهنا المهارات والخبرات التي تمتلكها دون كل ما تملكه من مميزات تعتقد أنها ستساعدك في الحصول على الوظيفة التي تقدم لها كرر العملية مرة أخرى ولكن هذه المرة كرر العملية وضع اسم صاحب العمل في الدائرة المركزية وضع الخبرات والمهارات التي يريدها صاحب العمل التي يرغب بها صاحب العمل في تواجدها في المتقدم لديك الآن خريطتين قارن بينهما اختر السمات المشتركة بينهما التي تمتلكها والتي يريدها صاحب العمل وبذلك تستطيع استخراج أهم الأفكار التي يجب أن تكتبها في الهدف الوظيفي الخاص بك قد تعتقد أن الهدف الوظيفي يتعلق بك أنت لكن الهدف الوظيفي جزء يستهدف صاحب العمل الذي تتقدم عليه يجب أن توضح له كيف يمكنك أن تخدمه بمهاراتك وخبراتك وحتى تتمكن من وضع خريطة عقلية صحيحة اسأل نفسك الأسئلة الآتية ما عدد سنوات خبرتك في مجال الوظيفة ما هي المهارات المتخصصة التي تمتلكها ما مجالات الخبرة التي تتمتع بها وهكذا وإن كنت كذلك طالب جامعي يمكنك أن تتحدث عن بعض الخبرات التي اكتسبتها خلال الدراسة في الجامعة والتي ترتبط بهذه الوظيفة ممكن لو أنا كنت حديث تخرج ممكن أستطيع كتابة الهدف الوظيفي الخاص بي أقول أني أتحلى بالجدية والمثابرة تخرج في كلية القانون أبحث عن وظيفة مساعد إدارة أريد أن أعمل لدى شركتكم لأكسب تجربة وخبرة وأحقق أهدافها في الوقت عينه فهذا هدف وظيفي ممكن يكتبه اليوحدي التخرج ناتي لي نقطة أخرى اللي هنا صائح عند كتابة السيرة الذاتية قبل الشروع في كتابة السيرة الذاتية اسأل نفسك من سيقرأ هذه السيرة لأن هذا السؤال يعتمد على متى وكيف ستتم كتابتها بمعنى أنك عندما تتقدم لعدة الشركات لابد أن تكون سيرة ذاتية متسقة ومتوافقة مع الوصف الوظيفي المطلوب لكل شركة متقدم لها تعرف جيداً على متطلبات الوظيفة ثم أبرز الإمكانيات والمهارات التي تتناسب مع المتطلبات النقطة الثالثة اكتب سيرتك باللغة التي كتب فيها إعلان الوظيفة ويمكنك إضافة نسخة مترجمة إذا كانت لغة الإعلان ليست اللغة الأم النقطة الرابعة احتفظ بالتفاصيل الصغيرة والإنجازات الثانوية لوقت المقابلة الوظيفية فليس بالضروري ومن الغضب كذلك أنك تذكر تفاصيل صغيرة وإنجازات الثانوية في السيرة الذاتية النقطة الخامسة اختر كلمات قوية والتي تجد بانتباع صاحب العمل يعني ضمن قسم المهارات ممكن تقول طورت دربت حصلت على وهكذا فاختر كلمات قوية من شأنها أنها تجد بانتباع صاحب العمل النقطة الأخيرة استخدم الفعل المضارع للوظائف الحالية التي تعمل فيها والماضي للوظائف التي سبقت العمل عليها وراجع التدقيق اللغوي من أجل الاتساب والتناسق نأتي للجزء آخر اللي هو تنسيق السيرة الذاتية من شروط كتابة السيرة الذاتية الاحترافية هو التنسيق الجيد والمناسب فذلك يشجع صاحب العمل على قراءتها بالكامل نذكر بعض الجوانب التي ينبغي الانتباع لها أثناء وتنسيق اللي هو السيرة الذاتية أول شيء نوع وحجم الخط يفضل استخدام أنواع الخطوط التقليدية وخطوط قياسية مثل هذه الانواع المذكورة أتجنب خطوط غير واضحة أو أتجنب الخطوط اللي تحتوي على الزخارف ويجب الالتزام باستخدام نفس حجم ونوع الخط في جميع السيرة الذاتية حجم الخط لابد أن يكون من 10 إلى 12 نقطة وخط أكبر حجم 14 إلى 16 إلى أنه عنوين الأقسام بحيث أن هذا الشيء يساعد على تفريق سيرتك الذاتية مع إبراز الأقسام وكون متسق مع النمط والحجم في السيرة الذاتية نوع الورقة وحجمها طبعاً يفضل استخدام ورقة بقياس 4A الاختيار السليم لألوان الخطوط ينصح باستخدام لون خط واحد بجانب الأسود أو كان أزرق أسود أو أي لون آخر لكن ينصح باستخدام لونين فقط بجانب الأسود الهوامش ترك مساحة بيضاء كافية وحافظ على هوامش نص بوصة أو بوصة على الأقل من جميع الجوانب هذا رح يؤدي إلى تحسين التنظيم وسهولة القراءة وتبعد الأسطر استخدم مفرد أو واحد وربع كيف تختار صيغة الملف المناسب للسيرتك الذاتية؟ هل بي دي اف أم مايكروسوفت وارد؟ اختيارك للصيغة سيحافظ على تنسيق السيرة لن يتبعثر لما أنت تختار لصيغة بي دي اف لن يتبعثر الملف ولن يتغير عند فتح على جهاز كمبيوتر مختلف كما هو الحال في مايكروسوفت وارد فلذلك الأفضل استخدام صيغة بي دي اف ولكن عليك في البداية سؤال أصحاب الوظيفة التي ستقدم لها إن كانوا يقبلون بصيغة البي دي اف لأن بعض المؤسسات تطلب صيغة وارد لأنها أسهل عند إدخالها على برامج تحليل البيانات عندما يكون اللي هو المتقدمين عدد كبير لذلك عليك بسؤالهم بالسابق رح أذكر هنا لكن الأفضلية طبعا استخدام صيغة الو بي دي اف في السيرة الذاتية رح أذكر هنا مواقع تساعدك في تصميم السيرة الذاتية وتنسيقها منها موقع سيرة الإلكتروني موقع سيفي ماركر موقع فيجوال سيفي وتوجد مواقع كثيرة ولكن هذه من أفضل المواقع نأتي إلى النقطة اللي هو عدد الصفحات المناسبة لسيرتك الذاتية غالبا يقضي أصحاب العمل ما معدله ثماني إلى عشر ثواني فقط في قراءة السيرة الذاتية تصلهم لذلك عدد صفحات السيرة الذاتية المثالي هو صفحة واحدة فقط هو صفحة واحدة كما يراه بعض الخبراء أنت لا تحتاج إلى تضمين جميع المعلومات بل احتفظ بالمعلومات الحديثة بالمعلومات التي لها صلة بالوصف الوظيف المطلوب خصيصا إذا كنت قد أنهيت مسيرك الجامعية أو تتقدمني وظيفتك الأولى بعض الخبراء يرون أنه عدد الصفحات يعتمد على مستوى الخبرات والمهارات التي تمتلكها فإذا كنت قد أسست نفسك في حياتك المهنية وبداية مسيرتك الوظيفية يمكنك أن تكتبها في صفحتين لكن ينصحون بكتبته بصفحة واحدة احرص على أن تكون سيرتك الذاتية مباشرة عملية ومختصرة احتفظ بالتفاصيل الصغيرة والإنجازات الثانوية لوقت المقابلة الوظيفية مراجعة السيرة الذاتية قبل إرسالها خذ وقتك للإطلاع على الشركة التي ستقدم إليها تعرف أكثر على الوظيفة التي ترغب فيها ثم عدل سيرتك الذاتية بما يتناسب مع الشاغل الوظيفي سأذكر نقاط تساعدك على مراجعة السيرة الذاتية أول نقطة اتركها بين عشية وضحاها من المغري أنك تكمل المهمة وتكتب السيرة الذاتية بجلسة واحدة لكن هذا الشيء ما رح يفيدك تعديل سيرتك الذاتية فور كتاباتها ما رح يفيدك بل اتركها بين عشية وضحاها قبل العودة لمراجعتها وتحسينها النقطة الثانية ابتعد عن مكتبك الجلوس في مكتبك لساعات طويلة ما يساعدك النظر إلى شاشتك بغرض أنك تخلص بشكل أسرع وغرض الشروع في عملية تدقيق اللغوية لما رح يساعدك اطبع سيرتك الذاتية وغير مكانك خذها المكان جديد تغيير المكان رح يساعدك على التركيز أكثر اقرأها بصوت عالي من السهل تخطي الأخطاء لما أنت تقرأ سيرتك من السهل تخطي الأخطاء لما أنت تقرأ سيرتك ثراء فيك رح تتخطى الأخطاء وما رح تركز عليها لكن حتى تتفادى ذلك اقرأ السيرة بصوت عالي رح يبدو الأمر غريب بالبداية لكنه أفضل طريقة لاكتشاف أي صيغة أو أي سيافة خاطئة أو كلمات مكررة أو أخطاء نحوية قسم بقسم وسطر بسطر من المحتمل أنك تنتهي من قراءة صفحة بالكامل بجلسة واحدة بأنك تتخطى النص وهذا الشيء ما رح يساعدك على اكتشاف الأخطاء فلذلك قسم المهمة إلى أجزاء صغيرة الحجم حتى لو بدى ذلك أنه رح يطول معك الوقت في عملية التدقيق لكن الأمر يستحق العناء اقرأ كل قسم تفاصيل الاتصال العنوان المهارات الخبرة والتعليم اقرأ كل قسم بشكل مستقل وفيه جلسات متفرقة إن أمكن بهذا الطريقة تقدر أنك تركز بكافة التفاصيل أخيرا اسأل صديق المراجعة المحايدة رح تساعدك على اكتساب منظور جديد وفيه تحسين التعديل النهائي لسيرة كذتية فلذلك استعم بصديق اطلب من ممكن تسأله أسئلة حتى تسأله أنت وتسأل نفسك كذلك هل لما تقرأ سيرتك الذاتية هل هدفك الوظيفي واضح؟ هل هذا الهدف مقنع من خلال قراءة النص الأول من الصفحة الأولى؟ هل السيرة الذاتية تظهر بشكل واضح؟ كيف يمكنك مساعدة صاحب العمل المستهدف؟ هل التنسيق متناسق وجداب بصريا؟ وهكذا فالجواب على هذه الأسئلة رح يساعدك يساعدك في تنسيق أو مراجعة السيرة الذاتية كذلك نحن في عالم المقابلات يمكننا المساعدة في مراجعة السيرة الذاتية وهذا من ضمن الخدمات التي نقدمها في عالم المقابلات من قبل خبراء مختصين في ذلك نأتي إلى إرسال السيرة الذاتية أرسلها من بريد إلكتراني رسمي خاص بك وباسمك الشخصي وتتجنب استخدام بريد إلكتراني غير رسمي عنوان الإيميل لا بد أن يحوي اسم الوظيفة لما ترسل إيميل أول ما ستقابله هو العنوان العنوان لا تتركه فاضي لا تتركه فارغاً أبداً بذلك تكون ببساطة قد قضيت على فرصك مسؤول التوظيف ما رح يرى الإيميل المرسل من أساس لأنه يعتمد في تصفية السيرة الذاتية على عنوان الإيميل صيغة إيميل إرسال السيرة الذاتية في محتوى الإيميل الصيغة لا تترك المحتوى فارغ الكثير من المتقدمين يفعل ذلك يرفق فقط السيرة ويترك المحتوى فارغ وهذا شيء خطأ بل يجب عليك كتابة نبذة مبسطة عنك عن مؤهلاتك ما تملكه من مهارات مما يجعلك تكون مناسب لهذه الوظيفة هذا الفعل ذكي يزيد من حماسة مسؤول التوظيف حتى يفتح سيرتك الذاتية يزيد من فرصك خاصة حينما تكون متقدم لوظيفة مضموقة ذات تنفسية عالية وبعد ذلك تختم الرسالة بكتابة طريقة التواصل معك عبر الإيميل أو رقم الهاتف والعنوان وإلى ذلك لابد أنك تراعي النقاط التالية في إرسال الرسالة لازم أن تكون الرسالة في الإيميل مختصرة ومرتبة تراعي الأخطاء اللغوية والإملائية تتأكد من أنه تم إرفاق السيرة الذاتية تجنب إرسال الإيميل أكثر من مرة والحرص كذلك على الالتزام بالشروط المعلن عنها من قبل الشركة مثال الشركات التي تطلب السيرة الذاتية بسوقة Word لن ترسلوا بسيغة PDF القسم الأخير الذي سنتحدث عنه في هذا العرض ما يبحث عنه مسؤولية توظيف في السيرة الذاتية أولاً الصلة الصلة يريد مسؤول التوظيف عند النظر إلى سيرة ذاتية لحديث التخرج معرفة سبب تقدمه للوظيفة إذا تخصصت في المحاسب وكل شيء في سيرة ذاتية مركز على ذلك لكنك تقدمت بطلب للحصول على وظيفة في التسويق لن يفهم القائمون على التوظيف السبب أنت تخصصك محاسبة وتقدمت على وظيفة في التسويق كيف ذلك؟ ربما ترفض لكن إذا أظهرت حصولك على تدريب تسويقي وتفوقت فيه أو الخطة الكثير من دروس الاتصالات والتوسيق هذا رح يجعل دوافعك أكثر وضوح يعني من المفترض السيرة الذاتية أنها تقنع من يقرأها بالاتصال بك لإجراء مقابلة لذلك يجب أن تكون ذات سيرة بالوظيفة التي تقدمت لها لهذا السبب لا يجب أن ترسل نفس السيرة الذاتية لكل شركة تتقدم إليها وتأكد من أنك تعرف سبب تقدمك لك الوظيفة قم بتخصيص كل قسم في سيرتك الذاتية وفقاً لذلك النقطة الثانية مهارات قابلة النقل يبحث عن مسؤول التوظيف يبحثون عن المهارات التي استخدمتها وطورتها من خلال الخبرات السابقة بما في ذلك الوظائف بدوام جزئي التدريب الداخلي الصفوف الأنشطة اللامنهجية فهذا القسم يكون مركز على قسم المهارات فركز على قسم المهارات تفكر في جميع تجاربك حدد ما تعلمته والذي له أن يخدمك جيداً في مكان العمل لكن عليك بالتأكد من ارتباطك بوصف الوظيفة قبل ما أنك تضعها في السيرة الشخصية تجربة القيادة مسؤولي التوظيف تحبون رؤية تجربة القيادة ليس لأنهم يتوقعون منك شغل دور إداري ولكن لأنه يشير إلى مسؤول التوظيف أن عندك بعض مهارات العمل الاجتماعي عندك معرفة كيفية اللي هو اتخاذ القرارات فالجامعة طبعاً توفر كثير من الفرص للطلاب بحيث أنهم يتدربون كيف يكونون قادة سواء كان ذلك من خلال النوادي أو المنظمات التطوعية وغالباً ما يضطب من قادة هذه المجموعات القيام بأشياء تأتي غالباً في بيئة عمل احترافية فإذا حصلت على تجربة مثل هذه لابد ذكرها في السيرة الذاتية بالنسبة للشخصية هناك مكونان رئيسيان لكل قرار توظيف المؤهلات والشخصية لما تنظم إلى شركة فإنك تنظم إلى فريق ويريد مديري التوظيف معرفة مدى إضافتك للفريق لذا احرص على إظهار سيرتك الذاتية من أنت كشخص وكيف تكون فريداً بين جميع المتقدمين الآخرين هذا حديثنا لهذا اليوم عن السيرة وأثرها على مسارك المهني بإذن الله نكون وفينا في ذلك بإذن الله تكونوا استفدتوا في ذلك نهايةً أشكر الجمعية السعودية للتقنية الرنين المغناطيسي على هذا اللقاء على هذا الجهد المبدول من قبلهم أشكر كل من يستمع إلى هذا اللقاء نفع الله بكم وبعلمكم أزادكم علماً وعملاً ورفع قدركم في الدنيا والآخرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته